اشتركوا في القناة يعني ايران بلدان الغات تنفيذ عقوبة الاعدام واضح انه ما ثم حتى علاقة بين هذا وهذا وعمرها لكانت تردع ولا عندها ايفادي سيوازيف على الجريمة الأحكام قاعدة تصدر وتصدر من عشرات لكنها لا تنفذ لانه تونس ملتزمة من 1991 بتعليق تنفيذ عقوبة الاعدام بصفة انفورمال ثم بداية من 2012 تونس وليت ملتزمة بالقرار الأممي لانها تصوت في جمعية العامة والممتحدة كل عامين من اجل تعليق عالمي لتنفيذ عقوبة الاعدام هذين بداية من 2012 لذلك الاحكام تصدر في المحاكم لانه القانون التونسي مزال فيه احكام بالاعدام ما تنحاش لكن التنفيذ لا ينفذ لانه قاعدة الاعدام اولا هي عقوبة غير انسانية وقاسية لانها يعادة انتاج لجريمة بتاع القتل في حد ذاتها لانه من غير المنطقي والمعقول انه نجيوا ضد جريمة القتل ثم انمكنوا الدولة من انها يبيدها اتمارس نفس الجريمة وخاصة وانها معانا حتى ثيقة في اي سلطة ايا كانت لانه تاريخيا الدول والسلطة ايا كانت مرجعيتها كانت تعدم في المعارضين لها في المخالفين لها والمستهدفين الاولين ديما من عقوبة الاعدام هما الفقراء هما المهمشين هما الاقليات اذا اي سلطة ايا كانت مرجعيتها باسم الدين باسم الاخلاق باسم المصلحة العليا للوطن وغيرها من التعلات والمساوغات لا حق لها في انتزاع الحق من حياة من اي موطن ثم بيئة كاملة في بلادنا تولدت من فترة ديكتاتورية اللي صحرت ثقافيا يعني فكريا المجتمع ثم بيئة كاملة تقبل وتعيد انتاج ثقافة الموت وثقافة العنف احنا شوفوا قولي العنف المادي والعنف المعنوي العنف في الاسرة العنف في الشارع في الفضاء العام في مواقع الشغل منتشرة بشكل كبير يعني اذا من الطبيعي جدا انه فكرة الاعدام وفكرة التعذيب وفكرة الانتهاك للحرم الجسدية تعتبر الكييني وليت حاجة مقبولة ومفروق منها وسائل الاعلام لكن السياسيين عندهم مسؤولية كبيرة بشيء دي لانه يوظفوا احيانا بعض الجرائم لانه عندهم اهداف ومشاريع اخرى تتجاوز قضية عقوبة الاعدام الى ارسال منظومة كاملة منظومة ضد منظومة حقوق الانسان ككل وقت اللي جا بشي تساق الدستور وقعت معركة كبيرة كيما بالفصل بالفصل من بين فصول اللي وقعت فيه معركة كبيرة هي الفصل هذي اللي في الدستور يتحط فيه انه الحق في الحياة والغاء عقوبة الاعدام لكن الاطراف اللي هي معاها الاعدام ضغطت باش ما يكونش الفصل واضح بالشكل هذي فوقع كيما العادة في تونس قضية التوافق والوفاق وقع وفاق مش وفاق لإسقاط الدولة ولا فاق للمحافظة على الاعدام بالتنصيس على ان الحق في الحياة مقدس ولا يمكن المساس به الا في حالات قصوى هذه الحالات القصوى هذيك عاد يمكن نأولوها كما يجب لكن المهم انه يتسمى مكسب انه في الدستور التونسي تضمن ونص على انه الحق في الحياة حق مقدس وهي خطوة باش نواصلوا باش الفصل هذيك يولي وعلى اساسه يلغى تلغى عقوبة الاعدام بطبيعة الحال ووقتي اللي تسمع رئيس دولة يقول الكلام هذيه تفهم لي معاها ثم حتى اصلاح للمنظومة الجزائية والغريب في الامر انه رئيس الجمهورية جديد بتاع تونس استاذ بتاع قانون استاذ بتاع قانون يتحدث بالشكل هذيه احنا نعرفوه اللي شخصيا هو ضد عقوبة معا عقوبة الاعدام لكنه كرئيس مايرتزمش بالدستور وكرئيس يتحدث كأنه امير مؤمنين ولا السلطان هو اللي الخصم والحكم هو اللي يصف المتهم حاليا بانه مجرم وانه قاتل وكذلك حكم عليه بالاعدام رئيس الجمهورية استاذ القانون نساء اللي راهو ثم قرينة البراءة نساء اللي راهو ثم فصل بين السلطات راهو مثل ما السلطان اللي عنده الحق للحياة والموت على المواطنين احنا رانا نظام جمهوري ونظام جمهوري قايم على الفصل بين السلطات والسلطة التنفيذية ما عندها حتى سلطة على القضاء اشتركوا في القناة